بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع يقول الحق جل وعلا قد أفلح من زكاها أي هذه النفس وقد خاب من دساها ما زال حديثنا متواصلا حول تسكية النفس فإن الهدف من الرسالة الإسلامية إتمام مكارم الأخلاق وقد عبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل كيف نصل إلى الإيمان الكامل وبيّن الصورة التي يجب أن يكون عليها المؤمن ما هي؟ إيمان بلا أخلاق لا قيمة له الإيمان إنما يكون مع الأخلاق الإيمان مصاحب للأخلاق نعم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تصل إلى الإيمان إنك لن تصل إلى الإيمان الكامل إلا بحسن أخلاقك الصورة المشرفة التي يجب أن يكون عليها المؤمن الخلق الحسن أكمل المؤمنين إيمانا الذين اكتمل إيمانهم أحسنهم أخلاقا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن المؤمن لا يصل بحسن خلقه أي ببركة أخلاقه الطيبة وبسواب أخلاقه الطيبة يصل إلى درجة الصائم القائم ذلك الإنسان الذي يصوم النهار ويقوم الليل هل يستطيع أحد منا أن يفعل ذلك الذي يبلغ هذا الحال هو المؤمن الذي يتحلى بمكارم الأخلاق إن المؤمن لا يصل بحسن خلقه إلى درجة الصائم القائم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وإذا أردت أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأن تكون محببا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فعليك بالأخلاق الطيبة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الواحد منا يتمنى أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة في الآخرة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في يوم يتخلى الحبيب عن حبيبه والوالد عن ولده والأم عن ابنها إلا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يتخلى عن أحبابه ولا يتخلى عن أمته فإذا أردت أن تكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم فعليك بالالتزام بالأخلاق الطيبة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة المؤمن أنه لا يتعرض بالأزى لأحد من الناس ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البزيء وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم وتصلي أي تلتزم بالعبادات إلا أنها تركت جانبا مهما ألا وهو الأخلاق إن فلانة تصوم وتصلي إلا أنها تؤذي جيرانها قال صلى الله عليه وسلم هي في النار لأنها أبطلت صلاتها وصومها بإيزائها لجيرانها فالإسلام أخلاق إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق هذا يدعونا إلى الالتزام بالأخلاق الطيبة فديننا هو دين الأخلاق ديننا هو منبع الأخلاق الكريمة اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها احفظ مصر من كل سوء واجعلها في ضمانك وأمانك يا رب العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته